السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي نتمنى تكونوا في احسن الاحوال فيديو جديد ووصفة جديدة وخاجكم فيديو معطل شوية الظروف صحية انما كي اللي بقي ما زال ما حضر الصفوف فما بقى الا القليل على الدخول ديال شهر رمضان الكريم الله يدخلوا علينا وعليكم بالهنس صحان شاء الله وباشمع تمنيته اليوم غادي نشارك معكم طريقة ديال الصفوف او سلو تقليدي بدون كثرة الاضافة كيجي مقوم معلك كيجي لديد بزاف صدقوني كيجي من اروع ما يكون فما تبخلوش عليها باللايك واعجاب الى اعجبكم الفيديو تقسموا مع الاهل ديالكم معارفكم وبرتاجيوا باش تعم الفائدة خليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجوا باش غادي نحضروا صفوف او سلو فارا كيختلف من منطقة لمنطقة وكل وحدة كيفاش كتحضر صفوف او سلو ديالنا غادي نحضروا بالطريقة التقليدية بالاكترة الاضافات عندي نايا تقريبا كيلو ديال الدقيق اللي محمر ومغربل غادي نحتاج معا نايا كيلو ديال كوكو الرومي اللي في السخ خديته وصلقته غادي تديروه في الماء وغادي تسلقوه مع طرنش ديال الحمد تقريبا غير كيجيب الغلية وكتحيدوه كتصفيوه وكتخليوه كيتسقطر وكتفرشوه لشي توب وكتخليوه تقريبا ليلة كاملة باش كينشف هكرا كتنقص في ذاك الجهة ديالو وذيك الرحة ديال الكوكو ما كتبقاش فيه بزاف فمنلي كتقليوه كتطحنوه كيجي تقريبا لما ديالو بحل اللوز فده وشكل ديالو من بعد ما حمرتو كدهنو بشوية ديال الزيت وكتدخلوه الفران او لا كتقليوه كدوزو في الزيت هنا عندي تقريبا كيلو ديال اللوز كي ماشتوا معايا نص كيلو اه سلقتو وحيطي القشرة ديالو وقليتو او لا تقدروا انكم حتى هو الدوزو في الفران ونص كيلو خلطو بالقشرة ديالو دوزو في الفران ودهنتو بشوية ديال الزيت حتى تتحمر هنا غادي نحيدو منه واحد زلافة اللي غادي نديروها في الوسط ديال السلو من اللي نخلطو وشوية غادي نزينو به هنا عندي نافع وحبة حلاوة غادي نحتاجو لقوزة ومسكة حرة وعندي هنا يا جنجلان تقريبا عندي كيلو ونص ديال الجنجلان اللي كتاخدوه كتغسله وكتحمرو بالنسبة لطريقة ديال تحمار ديال هاد جنجل باش كي يجيكم من قرمش كتدهنو بشوية ديال الزيت وكتحمروه في الفران عندي هنا تقريبا نص كيلو ديال دقيق القمح الكامل اللي محمر معا هنا يا نص كيلو ديال دقيق الشعير اللي محمر ومغربل غادي نحتاجو القرفة وعندنا سكار غلاسي تقدروا تعاوضوه بالعسل الى بغيتو وغادي نحتاجو الملح فهنايا بالنسبة للدقيق هنايا غادي ناخد دقيق اللي محمر ومغربل داروري تغربلوه هنا غادي نضيف عليه دقيق الشعير حتى هو محمر ومغربل بالنسبة الدقيقة ديال القمح الكامل حاولوا انكم تتحنوه يعني من يتحمروه وتغربلوه تحنوه إلا عندكم تحانة باش ما يجيكمش سفو ديالكم يعني ناشف وما يجيكمش حرش هناكي مشتو معايا عندي هنا النافع وحبة حلاوة خلطهم طبعا كيكونوا محمرين وكتطحنوهم وكتغربلوهم تقريبا غادي ندير هنا واحد اربعاد المعارك كبار ديال النافع وحبة حلاوة مخلطين فصراحك يعطي واحد المدق زوين بزاف سلو انا غادي نضيف واحد ثلاثة دلمعارك كبار ديال القرفة مطحونة ومغربلة ومبعد هنا غادي نزيد واحد القوزة انا راح حكيتها في الحكاكة الرقيقة ولا تقدروه احتها هي تحنوها غادي ندير هنا مسكا حرة دقيتها هنا مع شوية ديال الملحة ومبعد هنا غادي نخلطوا هاد النواشف فهنايا غادي نديرهم في واحد القصرية اللي غادي تكون كبيرة باش تساعدني انا باش نخلط فيها صفوف او لا سلو راكم عارفينه كي يبغي يعني دليك وكي يبغي يعني تخدموهم مزيان هنا يا من بعد غادي نزيدو جنجلان تقريبا كي ما كتلك وراه كيلو نص ديال الجنجلان نص ديالو راح تحنطوا يعني مزيان مزيان حتى تعلق ونص الكيمياء كي ما شتوا معي را خليتها شوية ما هرمشا هنا وخلطهم هنا غادي نزيدو اللوز تقريبا خضيت من اللي بالقشرة ديالو واللي سلقتو وطحنتهم بهذا الشكل هذا فهنا غادي نزيدو قاعدو كنا واشف ومن بعد غادي نزيدو عليهم كوكاو اللي تحنتوا صدقوني هنا كوكاو من اللي كتدلو له ديك الطريقة راه ما كتجيكمش في ديك النسمة او ديك الريحة ديال كوكاو فكيجي المدق ديالو تقريبا بحل اللوز كي ما شتوا معي هنا يا نص الكيمياء تحنطها نزيدو نص الكيمياء ديو صغير في الهاشوار باش كي يبقى السوف ديالو ما كيجينش يعني كلو رطب وما يجينش ملس يعني تكون في شي حاجه هكا اللي كاتتمدق هنا غادي ندير واحد زلافة ديال جنجلان اللي خليتها هكا صينا باش جينا ديك القار ما شاف سوف ديالنا كي ما كتلكم ما يجيكمش سوف ديال كوملس هنا غادي نخلطو ديو كنا واشف مزيان مزيان حتى يتخلطو لنا بهالطريقة هادي باش ملين نضيفو الاضافات لاخرين جينا ساهل في الخدمة هنا تقريبا خليت وحد زلافة ديال الجنجلان ضفط لي شوية ديال الزيت وطحنتها مزيان 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 اللي إن مح second u brasile و هنا اضافة اللوز و اضطحنتها لكي اعطينا التهالي كهدي و باش يجينا سلو ديالنا يعني ما يحتاج لنا بزاف ديال ليدام الزبدة و الزيت يعني ما يحتاج بزاف باش نخلطو هنا غادي نخلطو هادوك المكونات مزيان مزيان كي مشتو معايا هنا غادي ندير واحد شوية ديال اللوز غادي نديرو فلوس ديال سلو ديالنا كي يبقى اختياري وبالنسبة الكيمية الاخرى غادي نخليها غير غادي نزين بها في التصوير و من بعد غادي نخلطها مع سلو بهذا الشكل هذا بالنسبة هنا غادي نعزل واحد شوية اللي غادي نخلي يعني ما غاديش نضيف ليه سكار غادي نخلي هاكا غادي يبقى مسوس و من بعد عادي باش غادي نضيف سكار غلاسي بالنسبة هنا تقدروا تعودوا السكار غلاسي بالعسل و يبقى لكم الاختيار او انكم تحليوا بزاف ديال المسائلية كتكون طبيعية بحال الدقيقة ديال النبق او لا الخروب او لا بزاف ديال الحواجه حتى التمر اللي كيكون مطحون تقدروا انكم تحليوا به من بعد هنا غادي نزيدو الزيت خضيت تقريبا واحد نصف كاس حتى الكاس ديال الزيت ديال نوار شمس ودفيتها شوية من بعد غادي نخلطو بها سلو او صف ديالنا تقدروا تديروا الزبدة او تقدروا انكم تكتو فيو بها غير هكا يعني كيه الناس اللي ما كيبغيوش يعني السفوف كيكون ميددم خصوصا راكم معارفين مع الصيام والانسان كيكون صايم النهار كامل يعني ما كيلاش دكترت الزيوت كترت ديال الليده فرا كدر شوية في المعدة هنا كي ماشتوا معايا سفوف او لا سلو را ما غاديش نكتر لي ليدا بزاف انا غادي ندير لي كيما كتلكم الزيت وغادي نبدأ نعجنونا را هباط القصرية للارد ودلكتم زيان زيان كي ماشتوا معايا را سلو كيبغي دلكم زيان باش تتلق لنا دوك الزيوت كاملة اللي في دوك المكونات وانا غادي ندزوا للتقديم ديال سلو او صفوف ديالنا هنا يا صراحة را ما قدمتوا معاكم الطريقة العادية كي ماشتوا معايا را كي تجمعيني كي تجمعوا فليد ورا كي تجمع فانا يرا ما كترش لي ليدا بزاف وانتو ما كيبغي لكم الاختيار هنا يا طريقة زيان فقط لباش نعطيه واحد المنظر اللي كيكون زوين في سلو او صفوف تقليدي ديالنا فكيكون بهذا الشكل هدا انتو ما شوفوا المقوم كيبغي لكم في دوك الزرارع ودك المكسرات اللي درنا فيه صراحة من الروع ما يكون تمنى انكم تجربوا فكي ماشتوا معايا هنا يا بالنسبة لسلو ديالنا يعني من اللي كي تجمعوا را كي تجمعوا هذا اللي درت في هذا الطاجين هذا الصغور فانتو ما شوفوا الشكل دياله بعد ما عجنته كي يجمع لكل لون دياله كيش هي هنا اللي خليته يعني بلا سقار خليته هكا طبيعي يعني غير بالمقونات اللي فيه فيديو ديالنا وصل نهاية دياله كانت منينا لإعجابكم ما تبخلوش علي باللايك واشتراك إلى عجبكم كنقول لكم رمضان كريم صحة والسلامة مع السلام